اشتركوا في القناة وفتحها رسميا سعادة المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات وتركز قمة هذا العام التي يحضرها أكثر من 200 من كبار المسؤولين وصناع القرار في قطاع الطيران والسياحة والإعلام على مجموعة من القضايا التي تبحث تأثير قطاع الطيران والسياحة على الاقتصادات العربية كما ستتم مناقشة الفوائد المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة والسفر على الاقتصادات الأقليمية وإسهامها في تنمية اقتصادات المنطقة في المستقبل كما شهدت القمة في نسختها هذا العام أطلاق ورشة عمل بعنوان المهندس الصغير وهي مبادرة تعليمية ترفيهية مكرسة لتثقيف العقول الشابة عبر تنظيم مجموعة من البرامج التفاعلية التي تغرس شغف العلوم والتكنولوجيا والهندسة في نفوس شبابة يستثمر في بناء كوادر وطنية سواء كان في البحرين أو في السعودية أو في كطر أو في عمان أو في الإمارات أو في الكويت الكل قاعد يستثمر في كوادر وطنية لأن هذه القطاع مهم مبلا أنه بس ينمي القطاعات الأخرى ولكن أيضا هو يخلق فرص عمل وفرق عمل مجدية يعني مبلا أنه فرق عمل ذاته مثل ما يقلون معاشاتها جورها طيبة مغادة بالقطاع الثانية تحتاج في كل سيجمنت في كل سكتر من القطاع تحتاج أياري عاملة ماهرة وأسكل فلذلك الدول كلها قاعدة تستثمر في قطاع الطيران المدني أيضا نحن في وزاة المواصلات الصلاة قاعدين نستثمر في الريجوليشن نتأكد أن الريجوليشن ينمي مع المنظمة الدولية الطيران المدني مع احتياجات السلامة وأمن الطيران